أكثر سؤال ممكن خطر في بالك أول ما بدي تتمرن أو حتى في نص مشوارك في التمرين هل لازم أتمرن دائماً بأوزان ثقيلة أو أتمرن بأوزان خفيفة عشان أبني عضلات أكثر؟ كلنا سمعنا نفس الكلام أول ما بدينا جيم أنه لازم تشيل أوزان ثقيلة وعالية جداً ولا توكل على الله؟ وأنه هذه هي الطريقة الوحيدة عشان تبني عضلات والأوزان الخفيفة ضياع وقت عندما تروح للجيم دائماً تشوف ناس تحاول تشيل أوزان أعلى بكثير من استطاعتها مع أنه ما يقدر يشيل الوزن وشوية وهو قاعد يشيل الوزن بس لسه قاعد يحاول يرفعه بس السؤال الحين هل في فايدة أني أشيل الوزن خفيفة في الجيم أو لا؟ خليك معايا أن هذا الفيديو هذا وحبين لك الفرق بين اللعب بالأوزان الثقيلة وبين اللعب بالأوزان الخفيفة وإيش الفرق بينهم؟ قبل ما نبدأ الفيديو لا تنسى تسوي لايك ومتابع القناتي عشان أقدر أفيدك بالفيديوهات الجاية سنة 2016 سووا دراسة قارنوا فيها بين مجموعتين من الناس أول مجموعة كان يرفعوا أوزان ثقيلة أعلى ب 65% من الوان ريب ماكس اللي يقدر يلعبوه والمجموعة الثانية كانوا يلعبوا بأوزان خفيفة متوسطة 60% أو أقل من الوان ريب ماكس اللي يقدر يلعبوه الوان ريب ماكس هو أعلى وزن ممكن يرفع الفرض لعدة واحدة فقط اكتشفوا بالدراسة هذه أن المجموعة اللي كانوا يشيلوا أوزان ثقيلة بعدات أقل بنوا تقريبا نفس كمية العضلات مع المجموعة اللي كانوا يرفعوا أوزان أقل بعدات أكثر وحسب دراسات ثانية كثير أنت تكتر تبني عضلات مع أوزان ثقيلة وعدات أقل ومع أوزان خفيفة وعدات أكثر وش السالفة طيب كيف المجموعتين يبينوا نفس كمية العضلات الوزن اللي تلعب فيه والعدات اللي تلعبها متغيرات بسيطة ولكن العنصر الأساسي هو معادلة كثافة التمرين تبعك المعادلة هي مجموع كثافة التمرين يساوي عدد الجلسات اللي تلعبها مضروب بعدد العدات في كل جلسة مضروب بالوزن اللي قاعد تلعبه يعني طول ما كان مجموع كثافة التمرين تبعك متساوي حتى تقدر تبني عضلات سواء كان الوزن ثقيل أو كان الوزن خفيف عارف وجعتلك رأسك خليني أعطيك مثال وأوضح لك أكثر شوي نفترض أنك أنت حاليا قاعد تلعب تمرين بايسبس كيرلز بوزن 20 كيلو لأربع جلسات وكل جلسة قاعد تلعب ثمن عدات فقط مجموع كثافة التمرين تبعك يساوي ثمن عدات مضروب بأربع جلسات اللي قاعد تلعبها مضروب بعشرين كيلو هيساوي عندك ستمية وأربعين وتذكر الرقم هذا الحين نفرض أنك جيت بيوم ثاني ولعبت نفس التمرين على البايسبس بس غيرت الوزن بدان ما تلعب بعشرين كيلو لعبت بعشر كيلو وغيرت العدات من ثمنية زودتها لستعاش بس إنك حافظت على نفس عدد الجلسات تبعك هيصير عندك مجموع كثافة التمرين يساوي 16 عدة مضروب في أربع جلسات مضروب في عشر كيلو يعني برضو هيعطيك 640 نفس الرقم اللي جانا وإنت شايل عشرين كيلو على البايسبس يعني نفس كثافة التمرين ونفس كثافة التمرين تقريبا هتعطيك نفس النتائج يعني ما في فرق باستخدام الوزن العالي أو باستخدام الوزن الخفيف والدراسات هذه كانت على المبتدئين في الجيم واللي لهم فترة يتمرنوا والمتقدمين في المستوى والتأثير كان نفسه طبعا هذا كله كله كلام الدراسات خلينا ندخل على الكلام الواقعي إذا دائما إذا هدفك تبني عضلات أكثر لازم تزود الضغط على العضلة والخيار الأفضل لك إنك تشيل أوزان ثقيلة دائما صحيح إنه رفع الأوزان الثقيلة أو رفع الأوزان الخفيفة كلها تبني لك عضلات بس نوع العضلات اللي قاعد ينبني عندك مختلف بكل نوع تمرين عشان أفهمك أكثر كلنا عندنا في أجسامنا ثلاث أنواع من العضلات أول نوع هو تايب 2 ثاني نوع تايب 2x وثالث نوع هو تايب 1 نوع تايب 2 و تايب 2x هو نوع العضلات اللي ينبني لما تشيل أوزان عالية لفترة أقل ونوع العضلات هذا هو النوع المسؤول على بناء القوة في عضلاتك وبناء القوة في جسمك يعني هذي النوع من العضلات هي اللي تزود قوتك في الجيم وتزود أوزانك مع الوقت والنوعين هذي من العضلات تكبر بشكل أسرع بكثير من النوع الثالث اللي هو تايب 1 اللي حنتكلم عنه الحين لما تلعب بوزن خفيف عددت أكثر تبني نوع العضلات الثالث اللي هو تايب 1 العضلات من نوع تايب 1 ما تعتبر بنفس القوة من النوعين اللي تكلمنا عنها بس في عندها مميزات ثانية العضلات هذي مقاومتها للتعب والجهد العالي عالية جدا وما تتعب لفترة أطول من العضلات اللي تكلمنا عنها أول بس نسبة نمو العضلات تايب 1 أقل وأبطأ بكثير من نسبة نمو العضلات تايب 2 تايب 2 إكس عشان كذا نرجع للكلام اللي قلناه إذا هدفك تكبر عضلاتك وتبني كتلة عضلية بأسرع عقد ممكن الخيار الأفضل لك إيش هو أنك تلعب بأوزان عالية هذا ما يعني أنك ما تقدر تكبر نوع تايب 1 من العضلات مع الأوزان الخفيفة والعدات العالية بس أنه ياخذ شوية وقت أطول يعني باختصار الأوزان الثقيلة أفضل لبناء عضلات من نوع تايب 2 و تايب 2 إكس اللي هي عضلات القوة والأوزان الخفيفة العدات الأكثر لمدة أطول هي الخيار الأنسب لبناء عضلات من تايب 1 اللي تحملها للجهد عالي وتقدر تقعد فترة طويلة بدون ما تتعب العضلة طبعا موضوع أنواع العضلات مو بالبساطة هذه حشرحوا فيديو ثاني بالتفصيل عشان نختصر الفيديو هذا بس بس يبقى كل هذا يعتمد على أهدافك أنت إذا هدفك بس تبني عضلات اللي تسويه هو تدمج بين الأوزان الثقيلة والأوزان المتوسطة والأوزان الخفيفة على مدار الأسبوع في تمارينك وإذا تبغى تصير أقوى لازم تقضي وقت أكثر مع الأوزان الثقيلة وتتمرن وقت أقل مع الأوزان الخفيفة ما تقضي وقت كثير مع الأوزان الخفيفة إذا هدفك تزود استحمال عضلاتك للضغط والجهد العالي لفترات طويلة زي اللي يلعبوا مثلا فنون قتالية MMA أو يلعب بوكسنج يحتاج مرونة عالية بالعضلات وتحمل عالي للجهد اللي يحطوا لأنه يسوي نفس الحركات لمدة طويلة فهنا أنت لازم تركز أنك تلعب أوزان خفيفة بس لوقت أطول وما تقضي وقت كثير مع الأوزان العالية أو الأوزان الفقيلة الفكرة الأساسية من هذا الفيديو اللي أبغى أوصله لك أنه إحنا لازم لهم أن ننوع بطريقة تمارين تبعنا وما نركز على نوع واحد يعني ما نركز أنه بس نشي الأوزان ثقيلة أو بس نشي الأوزان خفيفة الأفضل أنك تدمج بين جميع أنواع الأوزان سواء أوزان خفيفة أو متوسطة ثقيلة عشان تكون رياضي متكامل وتبني جميع أنواع العضلات اللي تحتاجها عشان تكون بصحة ممتازة وتبني عضلات بشكل أسرع شاركني بالتعليقات إيش نوع التمرير اللي أنت تمرن وهل أنت تركيزك على أوزان خفيفة أو تركيزك على أوزان ثقيلة وكيف كانت النتائج عشان كلنا نستفيد منك وإذا عجبك الفيديو لا تنسى تسوي لايك ومتابع القناتي عشان تشوف الفيديوهات الجاية وأقدر أفيدك تبني عضلات وتخسر دهون بشكل سريع وصحي أشوفك الفيديو الجاية قوة والتحمل من أنواع العضلات الثلاثة